كيف بتقديرك يتم تعاطي مع هذه الحرب أحسنتم أحلى عدوى نتخذ إجراءات نطلق عليها باستراتيجية الردع لابد أن تكون هناك مجسات هل هذه الاستراتيجيات بوسائلها وأدواتها قادرة على أن تحقق فعل الردع لهذا التهديد لأنه ما هو مفهوم استراتيجية استراتيجية هي مجموعة خطط توضع على مستوى تنظيري تحت يد صانع القرار السياسي اللي يحولها من التنظير إلى واقع عملي عبر إجراءات عملية إذا عجز صانع القرار السياسي بسبب تأثير جهات وحركات حزبية في إسكات آليات الردع أن ذاكي يكون الردع متحقق ولكن شكلي وليس فعلي ولذلك استشرت الحالة وعدما نلاحظ أننا رغم الإجراءات ورغم التعبئة الإعلامية لكنها لا زالت لا تحدث فعل التأثير والتعاطي بدأ بمنسوب يرتفع بشكل كبير جدا فإذا الأحلع لضغط سياسي هذا يعمل مسألتي تعطيل صانع القرار السياسي على اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تحقق فعل الردع الحقيقي ثانيا وهذا أنا في تقديري الأخطر أنه لا زالت فوائل التأثير متاحة وإمكانية التعاطي مع المجتمع واردة جدا وفي تقديري أنه نحتاج إلى إرادة سياسية حرة وصانع قرار سياسي غير مقيد بأبعاد حزبية وأن ذاكي يضع الملفات كلها بشفافية أمام الرأي العام وأمام القضاء والاعتماد على مبدأ القضاء المستقل هذه اللي لم تتحقق آليات الردع لن تتحقق وبالمناسبة هذه المحاصصة موجودة وكيف تتخطى المخدرات الإجراءات الأمنية الاحترازية إلا إذا كانت تحت مظلة أو عباءة حزبية فالمظلة والعباءة الحزبية التي تتيح استخدام المنافذ غير الرسمية والمجيء بشخصيات متواطئة حزبيا ومتبنية لذات الأفكار التي لا ترى أن المخدرات حراما في هذه المفاصل يعطي آليات تسريب تتخطى الإجراءات الاحترازية وهذه بالحقيقة عنينا منها منذ القاعدة وتنظيم داعش والآن حرب المخدرات لا زالت هذه التحديات قائمة بسبب ضعف ووهن صالح القرار السياسي وتأثره بالمحاصصة وبالانتماءات الحزبية لا سيما الأيدلوجية الأيدلوجيات ستأكل الشرق الأوسط وتضعه في دوامة الأزمات من بغداد كنت معنا مباشرة الخبير الستراتيجي دكتور أحمد الشريفي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة